فما يدعو كهنة البكرية إلى التشكيك في العقيدة المهدوية وإنكارها هو هذا يا أيها المسلمون فرجاء رجاء رجاء لا تضيعوا دينكم وآخرتكم من أجل هؤلاء لا تستمعوا إلى أمثال هؤلاء وتأخذون كلامهم وكأنه مسلمة من المسلمات تسلمون بالكلام وتقبلونه بلا مراجعة هم يخرجون إليكم في هذه الأيام ويقولون لكم هما بين من يقول بأن المهدي خرافة وبابين من يقول إن المهدي ليس هو مهدي الشيع وكل الفريقين خدعوكم وكذبوا عليكم تفتح كتاب المهدي في الإسلام فتجد صاحبه يقول إن عقيدة المهدي لا تدخل في اعتقادات أهل السنة والجماعة ليش قبل ذلك يقول الأحاديث الواردة بشأنه كلها ضعيفة أو مشكوك فيها هل هذا الكلام صحيح؟ مر معنا بالأمس ماذا قال ابن القيم الجوزية نقلا عن الآبري؟ قال وقد تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وآله بذكر المهدي وأنه من أهل بيته وأنه يملك سبع سنين وأنه يأم الأرض عدلا أو يعم الأرض عدلا وأن عيسى يخرج فيساعده على قتل الدجال وأنه يأم هذه الأمة ويصلي عيسى خلفه إلى أن يقول ابن القيم والأحاديث على خروج المهدي أصح إسناد لأنه في قبال هذه الأحاديث التي تبشر بأن المهدية من أهل البيت عليهم السلام هناك أحاديث وهذه إن شاء الله بعدين نتطرق لها نتطرق إليها بشيء من التفصيل هناك أحاديث وضعت لكسر العقيدة المهدوية الصحيحة بعقيدة مهدوية أخرى مزيفة قلت لكم إنها حرب إبليسية شيطانية على المهدي المنتظر صلوات الله عليه إبليس ما يقعد راح فراح شنو سوى أوعز إلى أتباعه وأوليائه من كهنة أهل الخلاف أن يبتدع أو يختلق أو يضع أحاديث في قبال هذه الأحاديث المتواترة الأحاديث المتواترة تشخص أن المهدية عليه السلام من أهل البيت فوضعوا بإزائها في مقابلها أحاديث هذا منطوقها لا مهدية إلا عيسى بن مريم يعني شوف يريد أن يحطم العقيدة المهدوية الإسلامية بعقيدة مهدوية نصرانية أحاديث مروية عند أهل الخلاف وبعضهم صححوها قالوا المهدي المنتظر يا جماعة هو نفس المسيح هو العيسى بن مريم ماكو غيره حديث شريف لا مهدية إلا عيسى بن مريم وهذه الأحاديث هي التي اتخذها القادياني ذريعة لإعلان مهدويته ومسيحيته أنه هو المسيح المنتظر وهو المهدي وهو الكل في الكل وابتاع كله مثل ما يقولون إخوانا المصري فابن القيم الجوزية يقول ماذا معلقا على حديث لا مهدية إلا عيسى بن مريم يقول لا هذا الحديث الأصح منه الأحاديث على خروج المهدي أصح إسناد أن هناك شخصية تختلف عن عيسى بن مريم عليهما السلام هي شخصية المهدي وهذه أصح إسناد ترجمة نانسي قنقر